طبعا كثر الحديث عن موضوع مهم جدا واللي هو الحكم اللي كان قبل سبوعين عن موضوع إدانة وزير الصحة السابق ووكيل وزارة والوكيل المساعد للشؤون القانونية والأستاذة فجر السعيد في برنامجها الناجح تكلمت عن هذا الموضوع ولكن حق الدفاع مكفول وحق الراي مكفول لذلك ارتقينا في برنامج وهو برنامج قانوني فبالتالي ارتقينا أن نستضيف أحد المحامين المعروفين طبعا زين والمدافعين عن أحد أشخاص هذه القضية قلنا لأول شي نبي الحكم نبي نوري لسادة المشاهدين ونبي نتكلم معاك عن تفاصيل معينة في هذا الموضوع ما احترامنا لقضاءنا العادل مهما كان قضاء الكويت مشهود له بالنزاهة ولكن يعني كل واحد يقدم مستنداته وبعد ذلك يطلع الحكم المهم خلونا الحين نستضيف محامي محامي الأستاذ عادل عبد الهادي ونتكلم عن هذا الموضوع بعد ما نشوف مع بعض الحكم الصادر في هذه القضية خلونا نشوف مع بعض شكرا 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 عودة مرة أخرى عزيزي المشاهدين مع فغرات برنامجنا والحين مثل ما نوهت في البداية عندنا قضية هالأسبوع وقضيتنا بتكون في لقاءنا مع الأستاذ المحامي عادل عبد الهادي أرحب فيك أستاذ يا أهلا فيك كيف الحال إن شاء الله بخير أرحب فيك أستاذ عادل عبد الهادي ندخل في الموضوع ونقول قبل فترة سمعنا أخبار كثيرة عن موضوع الفساد في الدولة والفساد في وزارة الصحة والفساد في صندوق الجيش وإلى آخره طيب أنت كمحامي ما شاء الله لكباعك في الأمور هذه شنو تصورك عن سبب التطورات هذه اللي قاعد تصير يعني عادل كل بساطة المسألة مش متعلقة بأن الفساد زاد أو الفساد تفشة ولا غير لا المسألة متعلقة بأن هناك قوانين بدت الحكومة تكون جادة في تطبيقها لمحاربة الفاسدين والمستولين على المال العام أو المتجاوزين على المال العام هذا كان السبب الواضح ولا تنسى أن هناك واقع التواصل الاجتماعي وغيرها بدت المسألة تصير كبيرة وتبين أن هناك هناك جريمة في الصحة وجريمة في الداخلية وجريمة في الدفاع وجريمة في كل مؤسسات الدولة بدت تظهر والحكومة كانت جادة بأنها تضرب بعصاها بإحالتهم إلى النيابة أو تأخذ أجراءها ولا المحكمة تأخذ أجراءها نعم هذا يعني تصورك بالنسبة لهذا الموضوع هذا طيب دعنا نكون صريحين أنا جايبك ستالهادي العدلهادي بصفتك محامي لأحد الأطراف اللي صارت في قضية السابقة والقضية الشهيرة اللي صارت في محكمة قضية محكمة الوزراء واللي كان فيها وزير سابق ووكيل وزارة ووكيل مساعد طيب ممكن تشرح لنا ويعرف السادة المشاهدين بإيجاز عن موضوع القضية وسببها يعني هذا بكل اختصار من ملاحظاتي لمواقع التواصل الاجتماعي للجرائد الكويتية للتلفزيونات لأنه يضع هذا الموضوع في الصفحات الأولى ويضع كخبر أول في كل المواقع الإخبارية الكويتية بأن الحكومة الكويتية أو صدر حكم تاريخية بالصراحة لأن هذا الحكم التاريخي لأول مرة يطبق على ثلاثة من الغياديين الكبار في وزارة الصحة الوزير والوكيل والوكيل المساعد لشؤون قانوني وأيضا الرئيس أو المدير العام لشركة أتنى الأمريكية لا شك أن هذا الموضوع موضوع تاريخي وموضوع كبير لكن الموضوع هذا خلن نرجع فيه إلى الوراء رح نشوف الموضوع مختلف تماما بشلون؟ يعني مثلا احنا لن نغش الحكم لأننا ما نبي نتجاوز هذا الحكم عندنا مجال لطعن عليه في التمييز المسألة متعلقة في أنه في سنة 2014 الحكومة الكويتية لم تسدد المبالغ للمرضى المتواجدين في كل الولايات الأمريكية والمستشفيات مما اضطر أن المستشفيات والولايات تطرد الكويتين المصاب بالسرطان المصاب في الجلطات الدماغية المصاب بالأمراض المستعصية الموجودين هناك ومنعتهم من العلاج مما اضطر الوزير والوكيل بأن يتصرفون التصرف اللائق بالنسبة لهم في هذا الموقف فعلى طول اتجهوا وبعثوا مجموعة من الناس المختصين عشان يقيمون الوضع شنو اللي قاعد يصير بالمصادفة هم وجدوا أن المبالغ لم تسدد للمستشفيات فأحالوا المكتب الصحي إلى النيابة العامة بالكويت وبدأ التحقيق معاهم واخذوا أحكام الآن هذا هي المشكلة الحقيقية المؤلمة اللي الناس ما هي عرفتها ليش صارت هذه المشكلة مما اضطر أن اللجنة اللي راحت قالوا لها عطونا الاغتراح شنسوي ماكو فواتير منتظمة ولا أكو فواتير ممكن تسددها الكويت علشان تقدر تنظم عملها ولا في اعداد مرضى ولا في شيء مما تسبب بأن تكون هناك فوضى خلنا نقول بالمكتب الصحي قالوا لهم ما لكم اللي نكون تختارون شركتين أو ثلاثة من الموجودين وبالأحرى هم اختاروا شركتين شركة اسمها يونايتد وشركة اسمها أتنى لما يو قالوا خلنا ناخذ موافغة المكتب الصحي لأن هذه تعتبر من عقود الخدمات التي يجب من السرع الممكن أن نكتاخذها بعقد مباشر على طول هذه الغصة التاريخية على طول سأقدمه كتاب إلى الفتوى التشريع واخذوا موافغة الفتوى التشريع أفضل وزارة صحة أو للشركة وزارة صحة نعم خذوا موافغة الفتوى التشريع وقالهم سنتعاقد تعاقد مباشر لن يكلف الدولة شيء وقالوا لهم نروحوا واخذوا موافغة لجنة المناقصات المركزية وبالفعل لجنة المناقصات المركزية وافغت على الخصم وكان الخصم مقدارة 25% من قيمة ما يتحصلون من خصم يعني إذا كانت مثلا وفروا ألف دينار 25% من الألف دينار اللي هم وفروا يعني إذا كانت الفاتورة ألف دينار وهم خصموا 500 دينار هم رح يخذون 25% من المبلغ هذا يعني مرح يخذون شيء من أموال الدولة نعم من الأموال نفسها وبالتالي هم رح يحافظون على المال العام وما كلفوا الدولة هاي يعتبرونها من عقود الخدمات اللي حتى قانون ديوان المحاسبة ما يطلب اللي هو الإذن فيها قبل التعاقد نعم نحن خلونا نحط بالشاشة عزا المشاهدين شوفوا معنا زين وخليني أنا أقرارك لما تشوفها مثلا هذه ملخص مالة 2015 و2016 اللي هو وقت التعاقد مع شركة أتنى نعم اليوم كم كانت 4461 هذه الإحصائية هي إحصائية وزارة الصحة نعم مو إحنا يايبينها ولا إحنا خالغينها هذه قدموها باللمحكمة متوسط تكلفة المريض 135 ألف دولار تقريبا أجمال الفاتورة كلها بالسنتين مليار و215 وكسور دولار مليار و215 هذا أجمال الخصومات اللي حصرتها الشركة 567 إذن أهم وفروا على المال العام 567 وكسور مليون دولار نعم يعني المبلغ اللي أهم يبونه يحصلونه من المستشفيات خصموا منه حتى وصلت نسبة الخصوم 15% مو الرغم اللي بحطوط أساسا حتى بالاتفاقية الاتفاقية بحطوط 27 نص أهم بالإجمالي لما خلصوا وصلوا إلى 15 ونص وهذه إحصائية رسمية من وزارة الصحة قدموها المستغرب ديوان المحاسبة وقالوا وتفضلوا وهذه هي النسبة نعم شفنا هذه الإحصائية نرجع لحين مرة ثانية أستاذ المحامي عادل عبدالهادي طبعا المحكمة أصدرت حكمها واعتبرتها الأوساط القانونية كلها والشخصية حكم تاريخي ولأول مرة يتم محاسبة وزير وآخرين عن فساد حصل خلال فترة توليهم لوظائفهم شنو بتعليقك؟ يعني بكل بساطة أكيد هذا حكم تاريخي لأن بالنسبة للكويت أول مرة يحاكم وزير يعني في تاريخ الكويت من البستور وبدايته والاستغلال الكويت لليوم أول مرة يحاكم وزير واثنين من الوكلة وياهم رئيس أكبر شركة تأمين في العالم مش في أمريكا رأس مالها مليار هذا الموضوع بالنسبة لي أكيد أشوفه تاريخي لأنه أول مرة يتحاسب وأنا معلوم الكويتي أنهم وائد فرحانين أن القضاء والحكومة قاعدة تدفع بأن تحاسب يلا حاسب الفساد يلا هذا ونهيب الوزراء واش معنى نعم حاسب الفساد وأنا معهم حاسب الفساد ولكن صح لكن حاسب بطريقة صحيحة ولي وفر على المال العام 567 مليون حاسبة يعني أنا استقربت من هذا الموضوع أن الحكومة الكويتية توجه هذا التوجه ما في مشكلة للحين ما في مشكلة خلنا نفترض الناحية العكسية لو أنهم اخطأوا خطأ إجرائي بأنهم اخطأوا وهذا فرضية مش موجودة أساسا يعني راحوا راحوا خذوا كل الموافقات موافقات نعم بس خلنا نفترض أنهم خذوا هذا الإجراء نعم ما عندنا مشكلة يعتبرون الآن في حكم الغانون تسببوا بخطأهم بالإضرار بالمالعام ولو أني أنا وضحت لك بالأرغام أنه ما في إضرار من العام بالعكس في توفير خمسمائة وسبعة وستين مليون نترك هذه هل هذا يجوز للحكومة أنها تروح بنفسها أثناء سير الدعوة وأثناء يعني ما كان التحقيق شيء قال يروحون ممثلين عن الحكومة ويجتمعون مع المتهم الرابع اللي هو مدير الشركة واللي هو عليه إلغاء قبض وعليه منع سفر وعليه ضبط وأحضار كمتهم يقعدون معاه ويصفون العلاقة ويسوون معاه هذه الاتفاقية بالإنجليزي وبالعربي اللي أنا بحطها عندكم تشوفونها خلونا نشوف الاتفاقية على الهوى أزال مشاهدين كنترول شكرا هاي هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية اللي بالإنجليزي توكم حطيتوها وحطيتوها بالعربي نعم شوف خنا أنا أقرالك نعم هذه الاتفاقية مترجمة ورسمية وهي على الهوى معاك نعم شوف البند الثاني منها البند الثاني نعم شي قول على وعلى ذلك يقوم كل طرف أي طرف اللي هم الشركة متعاقدين الحكومة الكويتية متعاقدين أطراف الدعوة بموجبه بإعفاء بشكل نهائي وإبراء ذمة الطرفين نعم يعني أنت براء ذمة الريال نعم شلون أنت موجه للاتهام نعم وشلون بحطه متهم رابع نعم وشلون أنت يعني يعني اليوم تقول أنه في استيلاء على المال العام نعم والمتهم اللي أساسا هو اللي يتحصل على هذه المبالغ أنت تبرأ ذمته نعم وشلون تبرأ ذمته بموجبها الاتفاقية نعم بموجبها الاتفاقية نعم ومن المال العام نعم نحن ندري أنت غانوني ومحامي وتعلم أن المال العام لا يجوز تنازل عنه أنت شلون تروح تتنازل إذا كنت متأقن أن هذا فيه هدر للمال العام نعم وفيه تنازل وهذه بالنسبة لي أنا أعتقد هذه فضيحة نعم من العيار الثقيل من الحكومة نعم أن اليوم إذا أنتم شاكين أن هذول المتهمين كلهم شاركوا وساهموا بهدار المال العام تي أنت كحكومة تبرع ذمته ولا يجوز لنا رفع دعاوي أو مطالبات أو حقوق أو طلبات أو مغاضاته سواء في أمريكا أو خارج أمريكا زين أو أي ولاية غضائية أخرى زين سواء كانت معلومة يعني سواء القضية التي في الكويت يدرون عنها أو لا يدرون عنها لا يجوز لك تغاضيهم عليهم أو الأطراف التي معهم الأطراف منه المستشفيات والشركات والشركات التابعة لهم أو القانون أو للقانون وسواء كانت بالقانون أو بالعدل أو بالإنصاف والتي كانت لها وللشركة الأم كلها يعني أبرأوا ذمتهم بشكل مخيف نعم وحللوهم بشكل مخيف وهذا أثناء سير الدعوة أثناء سير الدعوة نعم والمتنازل لهم والمحالة لهم والممثلون والوكلاء لهم والموظفون والمدراء وجميع الأطراف المرتبطة يعني الحكومة الكويتية أبرأت ذمة الوزير نعم والوكيل والوكيل المساعد باعتبارهم أطراف باعتبارهم أطراف مرتبطة وقعت هذه المسألة أو لأي طرف في منهم أو أن يكون لهم أو فيهم بعد أن يقوم ذلك أو يكون لهم للطرف الآخر أو أي طرف مرتبط الناشع عن ذلك المرتبط ويوافق كل طرف عن نفسه وبالنيابة عن الأطراف المرتبطة على عدم المقاضات نهائيا والمساعدة أو يساعد أطراف أخرى يقولها روح أروفع دعوة زين طواعيتين أو بأي شكل من أشكال ولا يجوز محاكمتهم أو السعي للبدء بفيه أو في المحاكمة ضد الطرف الآخر أو للأطراف المرتبطة لأي قضية أو دعوة أو إجراء حتى إجراء مرتبط في هذه الاتفاقية والقانون الواجب التطبيق هو القانون الأمريكي حني أنا مستغرب أن الحكومة الكويتية أن كان هذا متهم اللي هو مايكل ديملر اللي هو المتهم الرابع وإسمه هنا موجود وموقعين عليه والأطراف الكويتية هي الموقعة واللي مقدمة ديوان المحاسبة للمحكمة وفي التحقيق نعم يعني أمر تناقض بالإضافة إلى أن رجعوا بالمستند الثالث اللي أنا بقدمه نحط المستند الثالث نعم موضوع المحضر نعم قدموا المحضر هذول الأطراف الكويتية اللي حضرت الممثلة وماخذ موافقة الوكيل المساعد الوكيل المساعد للقانونية والوكيل الأصلي وزارة صحة وأكيد ماخذين موافقات من منهم من المالية تدري أنت الفلوس تتطلع بهذا الشكل من المالية ومن ديوان المحاسبة ويدققون عليها راحوا يدفعوا شركة أتنى الأمريكية 43 مليون أثناء الدعوة عشان يسكرون الحساب عشان يسكرون الحساب وتصير المخالصة وتصير المخالصة نعم وقالوا لهم وحتى شركة أتنى وهني أضاف محامي الشركة محامي الكويت نعم فقال بس عطونا فرصة لمدة سنة ندقق على الفواتير قال لهم ما عندنا مشكلة فدققوا على الفواتير وما ترضوا الكويت وطافت السنة من 31 أغسطس 2018 إلى 2019 قبل لا يصدر الحكومة انتهى والفواتير كان صحيحة وكل شيء صحيح إذن ما مبرر هذه الدعوة ما تكلم عن الحكومة ما مبرر هذه الدعوة التي يرفعها واصروا عليها الحكومة والآن بالصفحات الأولى والكل متشنج عليها بالنهار أحنا نرى أي شخص يستولي على المال العام يجب معاقبته وردعه بشكل مخيف نعم حتى يرتدع الآخرين نعم أنما لا يروحون الأبرياء بجريرة الآخرين أنا يهمني تماما المتهم الثالث الدكتور محمود عبدالهادي وكيل وزارة الصحة الشعور القانونية أعلم تماما أنه لم تمتدي دين لمبلغ ولا لسنت ولا شيء وأعلم تماما أنه لا يوجد شيء يثبت لأنه لا يوجد شيء يذهب من المال العام نعم بالعكس هذه الأوراق كلها تثبت أنه لا يوجد شيء هذه هي الغضية بكل حذافيرها نعم وهذه الغضية التي أريد أني أشرحها للناس لكننا رأي أن الوضع في ذاك الوقت الناس لا تلأم أنت تشوف الوضع الحقيقي يعني هل يجوز لدولة مثل دولة الكويت علشان يعني تبين أن هناك محاسبة للفاسدين ولا على مستوى أن تظلم الآخرين نعم وتروح أهي من وراننا وتقعد مع الشركة طيب الكلمة الأخيرة الآن في هذا الموضوع بالذات شركة مثل شركة أتنى الآن شركة ضخمة جدا وانضمت الآن تسويت ميرج مع شركة ثانية مالة الصيدليات نعم وسووا ميزانيتهم مليار أو أكثر نعم أكبر شركة تأمين بالعالم مش بأمريكا بس هذه الشركة الآن لما تسوي اتفاقية والقانون الواجب بالتطبيق هو القانون الأمريكي نعم ألا نخشى أنه بعد يوم ولا يومين يرفعون علينا قضية تعويض على التشهير باسمهم نعم والتشهير في هذا ويرفعون علينا مئات الملايين من الدناني والمليارات أو المليارات وانت برايح مسوي معاهم مخالصة واخلاق طرف وابراء ذمة بين الطرفين وابراء ذمة الدكاترة اللي بالكويت والأطراف وترجع مرة ثانية وتصدر عليه حكم من غير ما أنك تقدمها إلى المحكمة وتصير عليها وأنه ما في دعوة الآن أصبح وانت محامي تدري نعم أنا أبرأ ذمتك واروح أرفع عليك قضية وحط عليك حكم ونت متضرر من هذا الموضوع وحتى الاختصاص ما يكون المحاكم الكويتية على حسب العقد محاكم الأمريكية ولو أن القانون الجنائي بالنسبة للمال العام يختاص لنا أنت كويتي هذا الموضوع محل يعني يقين بالنسبة لي نعم أنك تتحاسبهم لا يوجد مشكلة لكن أنت الواضح أنك أنت تذهب تأخذ منهم موافقات هناك وإبراء ذمه وإخلاق طرف لكل الأطراف ويتيهني تعطيهم حكم وهذا الحكم ينتشر بالعالم ويوصلهم من المؤكد لو أغام عليك قضية ما تتنقب بالإضافة لأن ككلمة أخيرة هذا حسب ما صدر الآن بالحكم أن هذه الشركة مدانة ومجرمة صح أو لا بالضبط طيب حكومة الكويتية تتفق معها وتسمى معها عقد مع وزارة الخارجية لتأمين على كل السفارات في كل دول العالم ليس منطقي يعني يعني أنت خلونا نكون منطقي معكم علشان نصدق الموضوع طيب أستاذ عادل عبد هذه المحامي بعد ما صدر الحكم شنو اتجاهكم بعد صدور هذا الحكم احتراما للغضاء واحتراما لكل الأجراءات ومصدقة عندنا نحن بالنهاية عندنا حق الحين أننا نميز هذا الحكم تدري القانون قانون محكمة الوزراء رغم 88 سمح لنا أن خطوة واحدة الآن عندنا التي هي التمييز ونحن متأملين تماما أن التمييز بإذن الله سينظر هذا الموضوع بعين فاحصة يشوف فعلا مقدار الألم الذي تسبب لنا هذا الحكم طيب سلعادل عبد الهادي وضحت ما قصرت إذا هناك من كلمة أخيرة تحب تقولها في سياق هذا الموضوع طبعا نحن نذكر هذا الموضوع وكلنا إجلال لهذا الحكم العادل وليقضائنا النزيه الشريف ولكن نحن نتكلم عن أطراف الدعوة ولماذا كان الحكم هذا بناء على يعني عدم حقيقة عدم تبيان حقيقة موضوع وإحنا بيناها من قبل من قبل الحلقة في هذه الحلقة شنو من كلمة أخيرة تحب تقولها أنا الكلمة الحقيقية اللي أوجهها للحكومة ممثلة بوزاراتها ومؤسساتها أن كان هناك فاسدا فكلنا معكم حتى لو كانوا أخواننا وأهلنا وأعيالنا ما عندنا مشكلة خلونا نضرب بيد من حديد لكن بدون أن نتعسف وبدون أن يعني نسمي الأمور بمسمياتها الفاسد المستولي بأوراق حقيقية يحاسب يحاسب أما مجرد الوهم والتآمر وعمل يعني نوع من أنواع الخداع للغضاء من الحكومة أنا أعتقد هذا ليس مطلوب يعني اليوم شنو مصير هالعوائل اللي تشهر فيهم بالمقابل شنو مصير الكويتين اللي مساكين كانوا يعتقدون أن هذه القضية قضية انضرب فيها أنا حتى من اللي شفت أن بعض الكويتيين يرون أن الجماعة دشب جيبهم الواحد وثمانين مليون والست وثمانين مليون وغير شنو هذا الموضوع يعني في الحكم أيضا في مبلغ هناك هذا المبلغ أنه تدري القانون القانون الموالع العامة أنك ترد المبلغ مضاعف ومضاعف ثلاث مرات بيتين واربعين مليون وهو ما أخذوا منه ولا فلت وهو مدفوع للشركة لأساسا الشركة ما رح تشتغل لك بلاش الشركة لها مستحقاتها وخذت مستحقاتها وخذت يعني شيء بالنسبة لي أنا أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن يؤخذ وبالتالي أنت اليوم لما تشوف أن الأرقام التي أنا شرحتها لك تبين بكل وضوح أنه في يعني حماية للمال العام أكثر من ما هو يساعد للمال العام نعم كل شكر لك السبعات العبل الهادي على تفضلك وعلى تبيانك للموضوع اللي شقل الرأي العام في المدة الأخيرة طبعا عزائي المشاهدين أنتوا سمعتوا الرأي سابقا من جهة وحدة والحين في هذا البرنامج برنامج مع لعية سمعتوا الرأي الآخر وهو الرأي اللي داخل القضية الأستاذ عادل عبد الهادي اللي كان داخل القضية باعتباره يعني محامي أحد الأطراف وهناك مثل ما قال الأستاذ عادل عبد الهادي هناك يعني خطوة أخيرة وهي التمييز وطبعا أنا والأستاذ عادل كلنا متفقين ومؤمنين بقضاءنا العادل النزي وإن شاء الله كل صاحب حق بإذن الله ياخذ حقه كل الشكر لك أستاذ عادل نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى ومواضيع أخرى إن شاء الله عزائي المشاهدين طبعا هذه كانت موضوع جدا مهم طرحنا في هذا الحلقة يمكن أول مرة تسمعونها كان يهمني إنكم تسمعونها علشان تعرفون دائما الموضوع من كامل جوانبه لحظات وفقرة أخرى من فقرات البرنامج الموضوع من كامل جوانبه هذا كان لقاءنا مع المحامي الأستاذ عادل عبد الهادي وأنا يعني ما ليش أقول يعني فعلا لازم في كل موضوع تسمع رأي الآخر وسمعنا الرأي الآخر علشان تعطي جميع الأطراف حقها ولكن مثل ما قلت لكم عموما للتواصل الحين فقرة التسارة القانونية رح نكون على الهوى لمدة ساعة إلى ربعة ونص ساعة وراح أقول لكم هالأسئلة لازم قلت أنا اليوم عهد قلت لماذا أنا ييب معاي هذا ياخذ مني حمل ليش لازم نقول اليوم رح نقول الأسئلة هذه وتلفوناتكم وتصاراتكم واحد بالواتساب يقول لي أشكرك يا أستاذ عادل على استضافتك للمحامي عادل عبد الهادي اللي نورنا عن أمور ما كنا نعرفها طبعا نحن من واجباتنا هذا التنوير وهذا الشي وأستاذ عادل شنو ملاحظاتك لي ملاحظاتك بصراحة يعني خلونا يعني أنا مفروض أنا محايد ولكن أنا يعني كمحامي أقول ملاحظاتي زين يعني على كلام الأستاذ عادل عبد الهادي ناس وفروا على المال العام حوالي خمسمية وسبعة وستين مليون دولار من أوراق الصحة وفروا ولم يأخذوا ليش يحاكمون طبعا ما نتري أنا إلى الآن يعني منبهر من كلامه ولكن أنا يعني عدة علامات استفهام طيب أنت يا حكومة شلون تعطي براء الذمة وتعهد بعدم رفع أي قضية وتعطي المتهم الرابع فوق هذا الأمر ممثل الشركة 42 مليون دولار أثناء التحقيق ونظر الدعوة وانتي تقولين أن هذا متهم واختلس شلون تعطينا 42 براء الذمة وتقولين مختلس شنوها التناقض يعني كنتني ردت فغرة استجواب مرة ثانية ما نعارف بس والله لماذا نستجوب لأنه نتكلم ما نعارف إذا كان كلام الأستاذ عادل عبدالهادي 100% حقيقي وإحنا ما نشكك فيه طبعا ما احترامنا لقضاء العادل وهو ما مستل القضاء ولا إحنا وإحنا قضاءنا ما يحتاجنا نتكلم عنه لأنه مشهود بن ذاته ولكن الحكومة إذا كان اللي قال استاذ عادل الكلامة صحيح 100% معنى هذا الكلام إن الشركة أصبح من حقها إقامة دعوة تعويض بمليارات الدولارات نتيجة لرفع الحكومة الكويتية قضية عليها وفي مخالصة وبراء الذمة في نفس الوقت شلون أنت تعطين براء الذمة وخلاص خلصت أمورك ما بيننا بينك أي شي في شأن هذا الموضوع تروحين ترفعين دعوة ما أنا عارف عمما إن شاء الله إحنا وضحنا لكم الموضوع من خلال دفاع أحد المتهمين ونأمل أن كل واحد يأخذ حقه في النهاية هناك تمييز وطبعا والتمييز هذا آخر شيء بالنسبة لمحكمة الوزراء ومثل ما قلنا هذا كان القضية المشهورة بوزير سابق ووكيل وزارة والوكيل المساعد اللي مثلا كان السادة محمود العبدالهادي الاستاذ محمود العبدالهادي ترجمة نانسي قنقر